رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في بداية الجلسة عرب الملك باسمه واسم شعبي وحكومة المملكة عن الشكر والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية الذين شاركوا في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي استضافتها المملكة يوم أمس مؤكدا أن ما شهدته هذه القمم من مباحثات ولقاءات جسد الحرص الشديد من جميع الدول المشاركة والعزم على كل ما يسهم في مواجهة مختلف التحديات وتثبيت أسس السلم والأمن والاستقرار وأكد الملكة الاتفاق الذي أبرمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة لاستهداف تمويل الإرهاب بتأسيس مركز في مدينة الرياض لاستهداف تمويل الإرهاب جاء امتدادا للجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ومبنيا على الجهود القائمة في هذا الصدد كما أن الإعلان عن إطلاق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف جاء بهدف نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ومواجهة التغرير بالصغار وتحصين الأسر والمجتمعات ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية لأن التطرف يولد الإرهاب أضاف الملك أن ما جرى مع الرئيس دونالد ترامب من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين والسبول الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة والتوقيع على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة وتبادل عدد من الاتفاقية التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين والتي تفوق في قيمتها الإجمالية 280 مليار دولار وما تم من مباحثات بين كبار المسؤولين في البلدين ومنتديات اقتصادية يعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ستنتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي والشراكة إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات هذا وعرب الملك عن تقديره لما أبداه الرئيس ترامب من مشاعر فياضة تجاه الروح الطيبة والتعاون الكبير الذي ساد الاجتماعات بين البلدين وما شهدته الزهرة من توقيع اتفاقية تاريخية بينهما وما عبر عنه من شكر للمملكة حكومة وشعبا على ما أحيط به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وعلى استضافتها القمة العربية الإسلامية الأمريكية هذا وأكد المجلس أن استضافة المملكة للقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التاريخية غير المسبوقة يجسد ما تحظى به المملكة من تقدير على المستوى الدولي وما تتسم به من حرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة وما تمثله من دور محوري في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنهاء الصراعات المختلفة في المنطقة وأيضا جهودها المشهودة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم هذا وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي بيّن فيها أن القمة تنعقد في وقت شديد الأهمية وبالغ الخطورة واهتمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحرص على توثيق التعاون مع العالم العربي والإسلامي وما اجتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من تشديد على مسؤولية الدول العربية والإسلامية أمام الله ثم أمام الشعوب العربية والإسلامية في أن يتحد الجميع لمحاربة قوى الشر والتطرف أي أن كان مصدرها امتثالا لأوامر الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيمه السمحة التي تقوم على السلام والوسطية والاعتدال وعدم إحلال الدمار والإفساد في الأرض وما أكدت عليه الكلمة حول مختلف الجهود في القضاء على الإرهاب والتطرف وهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتكثيف الجهود لحل الأزمة السورية وأيضا رفض الإضرار بعلاقات الدول الإسلامية مع الدول الصديقة واستغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب والصراعات الدينية والمذهبية كما يفعل النظام الإيراني والجماعات والتنظيمات التابعة له وغيرها من التنظيمات الإرهابية هذا وثمن مجلس الوزراء إعلان الرياض الذي صدر عقب قمة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين شارك فيها قادة وممثلون لخمس وخمسين دولة عربية وإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تضمنه البيان من شكر وتقدير من القادة لمبادرة الملك بالدعوة لهذه القمة وتقدير لزيارة رئيس الأمريكي ومشاركته لهم هذه القمة وجهوده للإسهم فيه خير المنطقة ومصالح شعوبها وما تضمنه إعلان الرياض تجاه شركة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية وأمريكا لمواجهة التطرف والإرهاب أيضا ما تم الاتفاق عليه من سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العلاقات والعمل المشترك وتعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون البلاد اطمئن وفي الشأن إضافة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة القرصنة وحماية الملاحة وأهمية متابعة برامج وأنشطة مجالات الشراكة بين العالمين العربي والإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية أما في الشأن المحلي فاطمئن الملك على مختلف الاستعدادات التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة المعتمرين والزوار في شهر رمضان كما قدمت تهنئة لشعب المملكة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم استنكر المجلس أيضا تعرض دورية أمن أثناء أدائها لمهمها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظات القطيف تعرضها لقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي ما أدى إلى استشهاد جندي من قوات الطوارئ الخاصة وإصابة خمسة من رجال الأمن مجددا التأكيد على أن الجهات الأمنية سوف تواصل عزمها على أداء مهمها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة وإفشال مخططات من يقفون وراءهم من الخارج الموجهة ضد أمن المملكة واستقرارها كما ثمن مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية لما تمثله من مكون مهم من مكونات رؤية المملكة 2030 ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وما ستسعى إليه بأن تكون بمشيئة الله محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادرا على توطين نسبة 50% من إجبالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030 هذا هو رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخدم الحرمين الشريفين على توجيهاته بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية منوها في هذا الشان بمبادرة مركز الملك سلمان الإغاثة والعمل الإنسانية فور ورود توجيهات الملك المفدى بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء والعلاج والسيطرة والعمل على محور الوقاية في تنفيذ برامج عاجلة ووضع خطة لاحتواء الوباء وحماية الشعب اليمني الشقيق من مخاطره وتبعاته ترجمة نانسي قنقر